أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير القهرة التاريخية جزء أصير من قطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة جاء ذلك خلال جولة اليوم بمحافظة القهرة لمتابعة سير العمل بعدد من قطعات التطوير وبدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شرع المعز بمحيط مسجد الحسين حيث تم استعرض نماذج للمباني التي تم تطويرها ضمن هذه المنطقة وكذا متابعة أعمال إنشاء أحد الفنادق كما صعيد رئيس الوزراء على مسجد الحاكم بأمر الله كنقطة مشاهدة لمتابعة أعمال التطوير وكذا أعمال تطوير منطقة جنوب بابزويلة وحارة الروم